الصدع بالدعوة بعد ذلك نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فأمر صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وصدع للناس بدعوته وأخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس برسالته قال له عمه أبو لهب قبحه الله تبا لك سائر اليوم أليهذا جمعتنا فنزل في أبي لهب قوله تعالى تبت يدى أبي لهب وتب ردة فعل قريش من دعوته صلى الله عليه وسلم كانت أول ردة فعل لقريش من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل وفدا لعمه أبي طالب ليرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته لم تجد محاولات قريش في وساطة أبي طالب ليمنع ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت قريش الوليدة ابن المغيرة ليعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا المترجم للقناة